موسيقى كما نعلم صحيح الإمام البخاري هو أعلى كتب السنة في الصحة يعني بعد القرآن الكريم عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام دايما أنتوا عارفين الجماعة التنويريين والإلمانيين والحداثيين عندهم إشكالية مع السنة ليه؟ لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي بتوضح للمسلمين تقريبا غالب الأحكام الدينية غالب الحالة والحرام جاء تفصيله على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالفكرة عندهم أنهما لو استطاعوا التخلص من هذه السنة ونسفها تماما يبقى أنا كده هتخلص من كل الأحكام الدينية اللي مش عجباني واللي مش داخلة مزاجي علشان أنا أتخلص من السنة دي محتاج أقنى عموم المسلمين إن السنة دي غلط علشان أقنى عموم المسلمين إن السنة دي غلط لازم أضرب في أعلى كتاب من كتب السنة ألا وصيح البخاري علشان أقدر أضرب في صيح البخاري لازم أجيب حاجات أوهم المسلمين إن هي مشينة وفجة وتقدح في النبي عليه الصلاة والسلام وتقدح في القرآن الكريم زي ايه مولانا؟ زي قضية الجونية للأخ إسلام بحير ذكرها وطبعا إسلام بحير زي بنا عارفين أخذ على عاتقه تدمير سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث اللي ما تعجبناش ومش على مزاجنا بجرة ألم كده نمسحها نرميها ونتجاهل بقى الجهد الجهيد اللي قام بي أئمة الإسلام وقام بيه مفكروا الإسلام ونتجاهل السند والدراسات والمناهج التوثيقية اللي عندنا ليه؟ علشان في حديث مش عاجب إسلام بحيري أو مش عاجب التنوريين من ضمن الأحاديث اللي مش عاجباهم الحديث اللي معانا النهاردة قال وهو حديث المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أراد أن يقترب منها قال لها هبي نفسك لي فالستة ردت وقالت فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع يده عليه يعني يسكنها زي ما الواحد بيطبطب على مراته يعني فقالت له أعوذ بالله منك قال لها لقد عذتي بمعاذن الحقي بأهلكي وأمر سيدنا وسيد ابن الحضير أن يعني يبعت معها شوية هدايا وهي مروحة الأهله سيدنا الإمام البخاري أورد هذا الحديث تحت باب الرجل إذا طلق امرأته هل يواجه امرأته بهذا الطلاق يعني فهنا إسلام بحيري بيقول لك إيه أنا مش عارف البخاري جاب الحديث ده ليه أصلا ما في الزواج ده يدول إسلام على أن أنت ما بتقراش وللأسف أنا كتير في المناظرة اللي كان بينه بينك تعقبتك في أمور ونصحتك بعدها قلت لك يعني اقرأ وراجع وزود حتتضح لك بعض الأمور وتتسع مداركك لأمور جديدة حتى لما قعدت بعد كده مع الحبيب الجفري والشيخ أسامة وجيت تتكلم عن الموطأ وقلت في مقدمة الموطأ فالناس ذهلوا مين مقدمة الموطأ دي الموطأ مالوش مقدمات فأنت قلت أيها مش عارف اللي ألهمين أدولك برضو الكلام ده مش موجود قلت لأ مش عارف اللي جات فين أدولك الموطأ ما عنده جير بسم الله الرحمن الرحيم بابه وقوة الصلاة بس دي الأضياء كلها فأنت بتجيب كلام يعني بتلقي الكلام على الناس بصورة توحي بالثقة التامة مما تقوله ولكن الكلام خطأ تماما بالنسبة للموجود في الكتب فأنت عملت تقول بكل ثقة ما فيش أصلا زواج ارجع لكتاب الاستذكار للحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى حتلاقي بيقولك أن هذا الحديث أصل من أصول التطليق بالكناية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق المرأة التي تزوجها بقوله الحقي بأهلك وعندنا الطلاق صريح وكناية فالطلاق الصريح نقولها أنت طالق أو أنت مفارقة أو فارقتك أو سرحتك الطلاق الكناية أي لفظ من الألفاظ التي لا تدل صراحة على الطلاق تحتمل التطليق وتحتمل شيء آخر فالإمام البخاري بيستدل بهذا الحديث أو بيورد هذا الحديث تحت الترجمة علشان يقول لنا إن ممكن أن لفظة الحقي بأهلك تعتبر من الكنايات التي إذا أراد الزوج بيها تطليقا حسب الطلق أنت بقى لو أريد كلام ابن عبدالبر وتعبت شويتين وتعبت روحك شويتين وانزلت تحت وأريد كلام الحافظ ابن حجر هتوضح لك المسألة يعني أنت بتقرأ بتاخد الشواشي لكن ما بتكملش عايز تقلب بسرعة لأن عندك هنا غرض قدامك أنا عايز أنفر المسلمين من السنة فأنت هذا الغرض هو محركك فأنت ماشي وراء لكن أنت مش ماشي وراء الحقيقة العلمية فده خطأ أول خطأ أنت وقعت فيه أنك بتقول ما فيش جواز ودي الكلام واضح قدامنا إنه كان زواج ننتقل بقى لبقية الأمور الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاح هنتكلم فيه عن المرأة الجونية وإحنا قلنا أبن المقدم من شوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تزوجها ثم قال لها هبي نفسك لي فأريت له هلتهبوا الملكة نفسه للسوق فوضع يده عليها يسكنها فقالت أعوذ بالله منك قال لها الحقي بأهلكي لقد عذتي بمعاذ وأرسل سيدنا وسيد ابن الحضير معها بهدية متوضع كده جميل للأهل أهل زي ما قلنا في المقدمة إسلام بحيث بيعمل ايه طب تعالوا شوفوا بقى خطأين تانين من الأخطاء اللي هو وقع فيها ركز أهو قال لها هبي نفسك لي طبعا كذبا على الرسول والله من غير كلام فهي المفترض أقيت له ايه بقى ابنة الجونية أقيت له وهلتهب الملكة نفسها للسوق قلت له أنا الملكة قوي بنفسي للسوقة السوقة ده السوقة ده رسول الله محمد صلاة وصل بصوا بقى كمان الرد بتاع النبي المفترض عاوزوا بالله استغفر الله أنه يكون الرد بتاع النبي هنا إسلام بحيلي زي ما تشايفين بيضخم الموضوع بيقول لكم دي بتقول كده لسيدنا النبي يا جماعة وعمال يعني يستخدم شوية التعبيرات بوشه والموسيقى اللي شغالها في الخلفية وشوية كده طريقة في التعبير لغة البق الجسد عشان يقدر يشدك للفكرة اللي عايز يرسخها في عقلك إن دي كده البخاري أورد حديث في إهانة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل لك الفكرة دي وعايز يزرحها في عقلك هل الموضوع كده؟ الموضوع مش كده الست بتقولوا هلتهبوا الملكة ونفسها إلى السوقة كلمة السوقة في اللغة العربية مش معناها إنسان رذيل أو إنسان حقير أو شتيمة وده اللي الإسلام بيحاول يلعب عليه عشان يمرر الفكرة بتاعته إليكم هو لو أقنعك أو زرع عندك في الإدراك إن كلمة سوقة يعني اشتيمة فبيقولك ينفع البخاري يورد حديث فيه إن النبي حد شتمه وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان رده عادي كده؟ مش دي إهانة لسيدنا النبي؟ أو عايز يوصل لك الفكرة دي طب تعالوا نشوف هل كلمة سوقة تعني الإهانة؟ أنا هجيب لك من مصادر اللغة العربية المعروفة عشان أنت يا إسلام وأنا والناس دلوقتي محناش مصادر لتلقي اللغة العربية في عندنا معاجم نرجع لكلمة سوقة السوقة في المعاجم في لسان العرب أي حد غير الملك يقولك كده السوقة أي شخص كائنا من كان غير الملك الأسرة الملكية دول اسمهم ملوك أو أمراء عموم الناس اسمهم السوقة يبقى السوقة مش شتيمة يبقى السوقة هي الرعية الناس التي تساقوا بأمر الملك قهوة بيده يعني كانها يضربها أنا مش عارف في الحقيقة إسلام بيأمن كده ليه بيقولك النبي عليه الصلاة والسلام كان حيضربها ده نص الرواية قدام حضراتكم كما هو مكتوب أنه قهوة بيده ليسكنها بيطبطب عليها يقوم إسلام بحير يحرفها يخليه يضربها شوف الرواية بتقول إيه وشوف هو عشان مش مقتنع برد فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان رد حليم وعطوف هو تقريبا بيتكلم عن اللي هو شايفه في المقتنعات أو بيتكلم عن رد فعله هو لو كان في الموقف ده هو مش متخيل أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي في موقف زي كده يتصرف بهذا الهدوء بهذه السكينة أيوة يا إسلام دي أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا أبدا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه فالرواية بتقول أهوى بيده وسكنها نبي طبطب عليها بيحضنها أنت خلتها يضربها طب مش حرام الكذب أن أنت توهم الناس معنى آخر معنى نص الرواية واضح وإنت قريب لسانك ولكن تتعمد إنك تشرحه غلط وتكذب ليه كده؟ يعني أنت مستفيد إيه من الكذب؟